لازم أقول لكم حاجة مهمة أول أول حاجة نبتدي بيها أن أول حاجة بتخلينا نحس أن الحياة صعبة هو الخلط بين مفهوم الحياة والدنيا الحياة نعمة والنعمة بطبعها مكتوب عليها هي نعمة لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يعلمنا أن الحياة نعمة أن الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والله سبحانه وتعالى بيعلمنا أن الحياة نعمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الله كتب الإحسان على كل شيء فالحياة مكتوب عليها الإحسان في كل شيء الإحسان بمعنى أن ربنا بيحسن لنا وعشان كده ما ينفعش نحن نخلط ما بين الحياة والدنيا عشان ده يوصلنا إلى أن الحياة صعبة طب إيه اللي بيخلينا نحس أن الحياة صعبة؟ في ناس بتحس أن الحياة صعبة بسبب كتر المسئوليات اللي عليها بس في الحقيقة إحنا بنحس أن الحياة صعبة عشان بنشعر أن إحنا بنواجه الحياة بمسئولياتنا لوحدنا لكن إحنا في الحقيقة مش بنواجه الحياة وإحنا منفردين إحنا في الحياة بنعمل إيه؟ بنولي وجه قلوبنا لله يعني إيه اللي حاصل؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني إيه؟ يعني أنا بنفذ وده حضرت النبي بينه لسيرنا ابن عباس قال لا استعن بالله ولا تعجز إيه اللي حاصل؟ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إحنا مش بنمشي في الحياة عشان نواجهها لوحدنا وزي ما يقولوا كده بصدور عارية لا إحنا بنمشي في الحياة بنرى واجه الله فيها ونرى مدد الله سبحانه وتعالى فيها كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإحنا ماشيين في الحياة بمدد الله فالمسؤوليات اللي جاينا مش عشان نشيل همها ولا عشان تتأل كتافنا ونقع تحتها المسؤوليات جاي عشان قلبك يشوف مدد الله وتودده ليك في كل أحوالك يعني إيه ده؟ نقف شوية يعني إيه مسؤوليات عشان نشوف مدد الله أصلا ربنا مش هيشيلك المسؤولية ويسيبك لكن ربنا سبحانه وتعالى هيخلي المسؤولية عشان تشوف قد إيه إن أنت ما ودعك ربك وما قال هتلاقي المسؤولية ضخمة أوي 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 بس تتاكد نفسك لما تتوكر على الله وتأخذ بالأسباب ربنا يفرج عنك ليس لها من دون الله كاشفة فتعرف الله هنا تعرف الله فتشوف في مسؤولياتك تجاه أولادك إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ بيرزقك ويرزق عيالك من حيث لا تحتسب عشان تشوف ودي الله سبحانه وتعالى وتشوف الحنية اللي في قلوب أولادك فتحس بإن هو الله سبحانه وتعالى جبرك عشان تحس بنعمته إن في حد بيرعاك وإنت منسوب لي ومش لوحدك إنت عملت ده كله وربنا وضع الحنية في قلوب أولادك اللي قلوب أولادك إن أنت ما تعرفش هتتعامل معهم إزاي لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي قلوب العباد بين إصبعاي خلى الحنية تسري في قلوب أولادك ليه؟ عشان تعرف إن الله سبحانه وتعالى وأنت تسعى هالجزاء الإحساني إلا الإحسان فتشوف مسؤولياتك في العمل إنها مش عب لكن إنها سبع توسع عليك وبتخرج أجمل ما فيك وإنه سبحانه وتعالى جعلك سبب في خدمة عيالك فهنا تهرف إن العمل ده ربنا سبحانه وتعالى جعل مسؤولياتك في العمل عشان إيه؟ عشان تحس بالرجولة تحس إن أنت أده وعشان كده تتلون عليك المسؤوليات وتتعدد المسؤوليات مش عشان تخلي الحياة صعبة التعبير اللي دايما بنقوله أنا هلاقيها منين ومنين ومنين لا 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 خالص عشان الحياة كل مسؤولية فيها مش جاية عشان تكسرك كل مسؤولية فيها جاية عشان تنورك المسؤوليات ما بتكسرش المسؤوليات بتنور بتنور الشخص اللي عايز يعيش الحياة على مراد الله مش اللي عايش الحياة على مراده هو واحد عايز يعيش الحياة على إن هي أنتخة فعيش في كل مسؤولية بتصعب الحياة لكن فيه واحد عايز يعيش الحياة بجدية عايز يعيش الحياة وهو صادق بأنه هو عايز يستسمى النعم ربنا فتتنور عليه المسؤوليات عشان يحس إن الحياة ما لها إن الحياة لها طعم وإن الحياة بيعيش فيها بمدد ربنا فهين مسؤوليته مع أولاده تخليه قلبه رئيء وهين مسؤوليته وتخليه قلبه كمان بيخشى من الله سبحانه وتعالى عشان لو درك الزرية الضعاف فيبقى قلبه رقيق وفي المسؤولية يبقى عينه صحية ومنتبه ويبقى مطقن وكمان مع الناس يبقى خير كل المسؤوليات اللي عنده مسؤولية أسرية مسؤولية عملية مسؤولية مجتمعية ده كله يخليه فيه ايه فيه نعم كتيرة يشوفها لله وعشان كده بيبقى فيه دليل إن فيه ناس كتيرة حوالينا أصحاب مسؤوليات كبيرة لكن عمرك ما تشوفهم مهمومين تشوفهم وكانهم وكانهم كانهم بيقول شايل يلا يلا كمان موسيقى